موسيقى أهلا بكم معلمي ومعلمات مادة الدراسات الاجتماعية في الصف الرابع الابتدائي سوف نتعرف من خلال حلقة اليوم عن بعض طرق التدريس الخاصة بالدرس التالي بعنوان موقع مصر بالنسبة للعالم في بداية الدرس بنجد فقرة الأهداف كيف تتعامل مع أهداف الدرس؟ الهدف من فقرة الأهداف هو تشجيع التلاميذ على تحمل مسئولية حاجتهم التعليمية ومصاراتها أولا يجب عليك أن تلفت انتباه التلاميذ إلى موضوع الدرس ووضح لهم أننا سوف نتعلم في هذا الدرس موقع مصر الجغرافي واقتصادها ثانيا اقرأ الأهداف بصوت عالي للتلاميذ في الفصل ثالثا حفز التلاميذ على إعطاء بعض الأفقار وستلاحظ أن إجابات التلاميذ مختلفة فالبعض منهم سوف يطرح فكرة أنه يعرف معلومات عن محيطات العالم والبعض الآخر من التلاميذ يعرف معلومات عن القرار ولكن الكثير منهم لا يعرف عن الاقتصاد ولذلك يجب عليك الانتباه أكثر إلى المعلومات الخاصة باقتصاد بلدنا سجل كل أفقار التلاميذ على الصبور وذكرهم بالتركيز عليها ثم عليك أنت كمعلم الانتباه للوقت المحدد لفقرة الأهداف ولكن مع العلم أن الوقت سوف يمكنك التحكم فيه من خلال التعود والاستمرارية والتدريب المستمر سادساً ذكر التلاميذ أن عليهم وضع علامة صحف المربع المناسب لمدى تحقيق الهدف بعد إتمام الدرس وأيضاً إلفت انتباه التلاميذ إلى فقرة لنتفاعل معنا ووضح للتلاميذ أنهم سوف يقومون بلعب دور جديد هنا وهو دور محققي الخرائط من خلال تحليل المعلومات الواردة في خريطة العالم شكل مجموعات من اثنين ووزع الأوراق المخصصة للإجابة واطلب من كل مجموعة إعداد جدول من عمودين بحيث يكون عنوان العمود الأول القرار وعنوان العمود الثاني المحيطات ثم اطلب منهم إكمال الجدول بكتابة أسماء القرار والمحيطات في العمود المناسب أعد جدول مماثل على الصبورة من دون ملء العمودين فكر تعاون تشارك عندما تنتهي المجموعات من عملها اطلب من متطوعين من التلاميذ التوجه إلى الصبورة بالتناوء لكتابة إسم محيط أو قارة في العمود المناسب إلى أن يكتمل الجدول قدم لهم التغذية الرجعة إذ ما دعت الحاجة فقرة لنتعلم الهدف هو تدوين التلاميذ الملاحظات أثناء القراءة ليراقب كل واحد فهمه الخاص قل إن تدوين الملاحظات أثناء القراءة طريقة جيدة لمتابعة النص انتبهوا إلى الأفقار الرئيسية والكلمات التي لا تفهمونها استخدموا قلم رصاص لتضعوا خطاً تحت الكلمات الأكثر أهمية أو يمكنكم أن ترسموا دائرة حولها كما يمكنكم استخدام قلم تقشير في حال وجود كلمات أو مصطلحات لا تعرفون معناها يمكنكم أيضاً البحث عنها في المعجم أو يمكنكم طلب المساعدة مني إذا احتجتم إليها ثم اكتبوا تعريف الكلمة في الهامش دع التلاميذ يقرؤون النص ويدونون الملاحظات بحسب الإرشادات عندما ينتهي التلاميذ من العمل ذكرهم بأن تدوين الملاحظات مهارة من المهم تطورها لكن قبل أن يفعلوا أي شيء عليهم التأكد من أن الكتابة على المادة المعطاء لهم مسموحة أم لا يمكنك أيضاً أن تطلب من التلاميذ أن يضعوا خطاً تحت أقسام من النص تصلت الضوء على أهمية موقع مصر الجغرافي ونهر النيل وقناة السويس من شأن هذه الخطوة أن تساعد التلاميذ على أن يكونوا مستعدين لإنجاز نشاط لنتعمق في الفهم أما لنستكشف تمكين التلاميذ من العمل بسرعة وبطريقة إبداعية وبالتعاون مع بعضهم مع بعض لتوليد الأفقار وبالتالي إنجاز نشاط يرتكز على عدة الأفقار لتحقيق الأهداف المنشودة أو من الممكن استخدام استراتيجية أخرى فعلى سبيل المثال يمكن تقسيم الطلاب إلى مجموعتين واطلب من كل مجموعة أن تقوم برحلة بحرية للدوران حول قارة أفريقيا مستعيناً بالخريطة على أن تحدد كل مجموعة خط سير الرحلة وبعد الانتهاء يتم عرض خط سير الرحلة على باقي المجموعات لتحديد أي الطرق أفضل من حيث الوقت والتكلفة الاقتصادية نشكركم وإلى اللقاء اشتركوا في القناة